أستاذ دوني، أنا سعيدة جداً لأنني موجودة معك هنا وأنا أيضاً ولكن أريد صوت شريرة أمرأش السون في أفتيكو بك ما هذا ماذا يحصل أبعا بدي شغلي، بدي طفلة عم تلعب طابل طفلة ولا طفلة طفلة هيا، هيا إلى الملعب هذا الهدف رامي وإذا طفل كان طفل، أوكي، وإذا بدي طفلة هيا، هيا الملعب، أحسنتي مشاهدينا، اختيار الشخصيات بشكل مناسب تابعوا معنا هذا الفيديو مع السيد إيمان هايل موسيقى 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 مرحبا متابعينا اهلا وسهلا فيكن من كل العالم من كل اكتر العالم اللي بتتابعونا وبتابعونا سبسكرايب وبتابعو دروسنا انا جدا سعيد معكم اليوم واليوم فرحتي فرحتين اول فرحة اني عم برجع التقى فيكنوا التانية فرحة اللي هي كتير حلوة انه انا قدرت التقى مع الست ايمان اللي كلنا تابعناها من زمان بسالي وغيرها من البرامج كتير حبينا الشغل وحبينا شغلك وتأثرنا فيه والكومنتس جمعة الماضي لما عملتلك تكريب زغطور في شركة منشفت ومنشكرهم العالم كتير تأثرت وحبت هيدا الشيء شكرا شكرا تحياتي لكل المتابعين لكل العشاق الكرتون والانيمي والاعمال الدبلاج انا كتير مبسوطة اني انا موجودة معكم دايما وان شاء الله بدلني مستمرة بها الاعمال الحلوة اللي انتم عجبتكم وتحياتي لكم شميهان ستيوان انت مدرسة واكيد قطع عليك كتير كاركترز او يمكن ايام هلا بتخبرين اذا ايام كنت ترفض الكاركتر او ما بدك لازم بالدبلاج يرفض الواحد الكاركتر يعني مثلا اذا قالوا لعمول انا كشاب قالوا لعمول طفل صغير وانا مش زابط بصوتي اجبار المدبلج يعمل بصوتي طفل صغير او مش ضرور لا طبعا هون مهمة المخرجة يعني يعطيك الشخصية المناسبة المناسبة بالضبط اه في اعمال انا عرفت علي شخصيات ما حبيتها لكن اعملتها اه لكن انا على طول بروح للطفلة الرقيقة اللذيذة او الولد المشاهد الامرأة الشريرة عجبتني فينا فينا نعيدها شوي ضحكت للمرأة الشريرة اه ممكن ساحرة اه ممكن ساحرة فينا نعيدها يعني مثل ما بلشنا الفيديو بالاول ايضا طبعا يعني الى حده اه ماذا تفعلين هناك تعالي اياتها المجرمة هيدا اذا الشخص ما بيقدر يعمل هيدا الشي بيقدر يقول للمخرج انا بفضل غير كاركتر او لازم يعمل واحد هيدا الشي لا المخرج مهم جدا انه اذا ما ادى هذا الكاركتر بشكل جيد انه يعطي لغيره فهون مهمة المخرجة هي انتقي الشخصيات واختيار الشخصية كمان تحتمد على صوتك عمر الشخصية اللي انت بتأديها الجو الموجودة فيها الشخصية الظرف الشخصية الموجود فيها وطبيعة الشخصية هل هي جادة هل هي مرحة هل هي قاسية رقيقة فهدول بحكم العمر العمر والظرف الموجود في الشخصية وطبيعة الشخصية بدي اكون انا فهمين الفيلم او الكارتون هو شو شخصيته شو القصة وحب انا اي نوع بدي وفكرة يعني بغض النظر اذا في فيلم او ما في فيلم انا بدي اعرف استحضر انا اي شخصيات بقدر اخلاقها بالحياة يعني اخلاق شخصيات وبالتالي سفيت بيكون اقوى لما بدون شريرة بقولوا عني لما بدون طفلة بقولوا عني الزبت هذا اذا كان العمل اريجينال انت عم تعمل الشخصية لأول مرة اما اذا العمل اريدي مدبلج اكيد فانت هتاخد من طبيعة الشخصية لا بس انا اللي عبوله انه بيقدر الانسان هو يخلق كاركتر يعني مثل ممثل اكيد او اثهات مغينة اه تخلي بدي خيرك بين شخصيتين الحما او الستة الختيارة يعني لا بالاحرى الحما او اه الحما او يعني الامة العادية الامة الحنونة لا انا باخد الامة الحنونة هتا نشوف ابنتي حبيبتي رجوكي حظلي على نفسيكي جيدا واياكي ان تخرجي ليلا فالامور هذه الايام ليست سهلة اه مم prochaine اب اذا بدي مسلا انا امة بس اعمولا بنتي انت افعلة هون deal بديك الظبط يعني خلص بدي أكون فاطة ليس بس حنوني حاذب ماذا فعلته بالضبط عليك ان تلتزمي بالطواعد ماذا تفعل ذلك مرة اخرى هل فهمتي؟ مجوز حدا من ولادك؟ لا مشان هيك ما حبيت دور الحما لا انا اكيد الحماها كويسة اكيد لا منو يعني عموما طيب واذا مثلا مرة ختيارة كيف بنعمل ستنا؟ يعني شو المطلوب تعمل مرة ختيارة؟ الجمهور جمهور جديد بدو يتفرج عليك انا كيف نعمل شخصية ختيارة؟ اول شي طبقة السود بده تكون مثلا واطي او بده تكون عالي او بده تكون عم بترجوف مع سكري وضغط المرأة اعطينا اعطينا هلا تكون طبيعي جدا يعني ضرورة انه المرأة يعني احنا عم نشوف نيسا بيحكوا كبار بالسنة وعم نحكوا بطريقة عالية لكن ممكن تكون طبيعتها كذا حانية فعلا يعني كبيرة بالعمل اعطينا جملة اعطينا مطل كم احبتك يا توني لقد اغلبتني كثيرا هذا اليوم ماذا افعله بك؟ اختيار الطبقات كيف بيصير معاي اساس؟ ما تسألني مجرد ما اشوف الشخصية على طول شيء بستحضر طبقة بالضبط تيجي الطبقة هاي اللي هي الهام الهام ممكن تقول طبعا بدها تدري لا شك المسألة يعني من كتر ما اشتغلنا شخصيات بالكارتون كل مرة كان يطلع معي شخصية فقلت الزم بهذا الصوت تباحة فصار ميران فتدريب وميران وممارسة اكيد هذا الحكي بيقدي الى انه تكون يعني ضليع بهذا المسألة مشيناك عنا هلا اتنين فيديو بدنا نحكي عدنون واحد كيف بعمل سرد الكصص والتاني تعطينا خبرتك انت قد ما تنقلت بستوديويت وانعرف اسمك كيف حفظت على هذا التواضع وكيف قدرت تشتغلي يعني وتحافظ على اسم سالي ويعني والأمور التانية نتابعوا معنا بفيديويت التانيين نشكركم بتتابعوا الست ايمان هلا بعتلكم صفحاتها ونحنا شكرين لقلكم كتير محبتكن ومتابعتكن لقلنا وبعرف ان الدبلاج بيأثر فيكم وبتحبوه هو الفويس اوفر وحضرتك كمام وخضرمي بالوثائقية فشكرا لقلكست ايمان وشرف كتير كبير هذا ويسايم على انا يعني قناتي عم تتكرم بحضورك شكرا 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 شكرا